اشتركوا في القناة فأولا سنعرف بالمجال ثانيا سنتحدث عن الأدوات التي يجب أن تتوفر لدينا للبداية بداية صحيحة في هذا المجال لنبدأ على بركة الله فتعرف المجال هو البحث عن كتاب عليه إقبال يعني هناك ناس كثيرين اشتروا هذا المنتج عبر الأنترنت ثم نقوم بتحميل الكتاب من منصة من المنصات التي تعرض الكتب أو هذه النوعية من الكتب مجانا على الأنترنت وبعدها نقوم برفع هذا الكتاب على منصة إيباي وإضافة بعض التعديلات كإنشاء عنوان احترافي وكتابة وصف دقيق على المنتج ومن بعد ننتظر شراء المنتج يعني هذا هو التعرف المختصر لهذا المجال والآن سنلقي إطلالة خفيفة على منصة إيباي لنشاهد تغييرات لنشاهد الأتمنة التي تعرض بها هذه الكتب ونوعية هذه الكتب فمثلا نذهب إلى خانة البحث ونكتب هنا تظهر لنا مجموعة من المنتجات هذه المنتجات إما كتب أو لها علاقة بالكتب يعني سنجد هنا مثلا هذا الكتاب انظروا معي إخواني سوسيال ميديا ماركوتين يعني انظر 1270 مبيع والثمن هو 0.99 يعني تقريبا 1 دولار يعني تخيل معي أخي الكريم أن هذا البائع يربح من هذا الكتاب 1170 دولار مع اقتطاعات إيباي واقتطاعات باي باي التي تصل تقريبا إلى 15% يعني قم بعملية بسيطة حسابية وستجد أن هذا الكتاب يدر دخلا جيدا على هذا البائع والآن نشاهد هنا مثلا 300 ألف كتاب يقوموا بعرضها هذا الكتف كلها PDF وهنا أيضا 194 مبيع هنا كذلك نجد مجموعة من الكتب يعني مجموعة كبيرة من الكتب في مجالات متعددة يكفيك أخي الكريم أن تقوم ببحث بسيط الآن السؤال المطروح هو أريد البدء في هذا المجال ما هي الأشياء أو الأدوات التي يجب أن تكون لديه من أجل الانطلاق في هذا المجال فأولا أخي يجب عليك أن تتوفر على حساب بنكي مغربي أو على حساب بنكي مصري أو جزائري على حساب الدولة التي تنتمي إليها زائد بطاقة بنكية تابعة لهذا البنك تقبل تفعيل بايبال وهذا هو المهم عندنا ثم حساب بايبال مفعل ثم حساب إيبال ثم رأس المال يعني رأس المال هو النقطة الإيجابية الكبيرة في هذا المجال أنه لا يحتاج رأس المال كبير يعني 30 دولار فهي كافية وكافية جدا ثم النقطة الأخيرة والتي سأركز على أكثر هي العزيمة والإرادة والعمل والمطابرة أخي الكريم لأنه لا شيء يأتي بالسهل خصوصا أننا نتحدث عن الربح من الأنترنت وهذه الكلمة دائما أعقب عليها فلا يعتبر هذا الربح من الأنترنت بقدر ما يعتبر عمل على الأنترنت لأنك تبدو المجهودات كثيرة من أجل أخذ هذا المال وليس ربحا وإلى هنا أخواني الكرام وصلنا إلى نهاية الحلقة وإن شاء الله الدرس القادم سنتحدث عن إعدادات إي باي شيبين وروتون يعني بعض المسائل التي يجب عليك إعدادها في حسابك إي باي من أجل البداية في رفع هذه المنتجات على موقعك ثم نلتقل إلى الأهم سنتطرق إلى موضوع ضبط إعدادات حسابنا إي باي من أجل تفادي المشاكل مع إي باي وكذلك مع الزبائن أي المشترين فأول شيء إن شاء الله نلتقل إلى إعدادات الحساب فكما يظهر لكم الآن فبزنس بوليسي لا تظهر في الحسابات الجديدة سأترك لكم في الوصف رابط من أجل الدخول إلى هذه الواجهة التي تظهر أمامكم هذه هي الواجهة التي تهمنا من هنا نقوم بضبط الإعدادات الخاصة بنا فكما ترون هنا إعدادات البيمون والريتورن والشيبين نبدأ بالإعداد الأول وهو البيمو أي الدفع نقوم بتسمية هذه البوليسي نيم مثلا نسميها إي بوك وننتقل إلى البوليسي ديسكريبسيون أي الوصف هنا يمكنكم أن تضع أي شيء على سبيل المثال بوليسي ديسكريبسيون فور إي بوك نحدد هذه الخانة وهنا ندخل إيمال بايبال الخاص بنا هنا نقوم بالتعليم على هذه الخانة ضروري لأن هذه الخانة تعني لك بأن الزبون ثورة شرائه للمنتوج ينتقل المبلغ من بايبال الخاص به إلى بايبال الخاص بنا مباشرة نترك كل شيء على حاله ونقوم بحفظ هذه المعلومات والآن قد أنشأنا طريقة دفع خاصة بنا الآن نلتقل إلى بوليسي نيم يعني سياسة السياسة الخاصة بنا نسميها كذلك إي بوك وهنا بوليسي ديسكريبسيون كذلك بوليسي ديسكريبسيون فور إي بوك حتى يثل علينا اختيارها من بعد عند رفع أول منتوج نضغط على هذه الخانة لتحديدها بشكل تلقائي دائما هنا نحدد بأننا نقبل إعادة المنتوج وهنا نحدد 14 يوما نقوم باختيار أن تكاليف الشحن سيتكلف بها المشتري ونمر إلى نقوم بتحديدها كذلك ونضع أيضا 14 يوم والمشتري كذلك هو من سيتحمل المصاريف ونقوم بالحفظ هذه المعلومات والآن لم تتبقى لنا سوى إنشاء بوليسي خاص بالشيبين أي بالشحن سنقوم بإعدادها كذلك هنا نعطي اسم للشحن إي بوك كذلك وهنا بوليسي ديسكريبسيون فور إي بوك هنا نعلم على هذه الخانة هنا نحدد بأن نفس قيمة شحن لجميع المشترين ونختار هنا شركة للشحن لا تتعدى ثلاثة أيام يعني بين يوم وثلاثة أيام في إرسال المنتوج هذه الخانة تعني أن نقوم بتحديد بأن الشحن مجاني نلتقل إلى الهندلين تايم هذه تعطينا عدد الأيام هذه الخانة تعني عدد الأيام التي تستغرقها من أجل إرسال المنتوج إلى صاحبه نحدد يوم واحد ونلتقل إلى انترنسيونال شيبين يعني الشحن إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية نحدد بأن التمن موحد لجميع الزبناء وهو مجاني كذلك وهنا نحدد للعالم بأجمع يعني ليس الولايات المتحدة فقط نختار كذلك ستاندر انترنسيونال شيبين وهنا نحدد بأن الشحن مجاني كذلك هذه الخانة لا نضع فيها أي شيء وهنا تعني لنا هذه هذه هي الدول التي لا تريد أن تشحن إليها والتي قد تأديك منها بعض المشاكل فأنا مثلا أزيل إفريقيا بكاملها لأن دول إفريقيا والكل يعلم العقلية الإفريقية فهناك مشاكل بالجملة لذلك أنا من أجل المحافظة على سلامة حسابي يزيل قائمة إفريقيا من الدول التي سأشحن إليها ومن بعد أقوم بحفظ هذه المعلومات والآن قد أنشأنا إعدادات خاصة بحسابنا من حيث طريقة الدفع وإعادة المنتوج وطريقة الشحن وهذه الأشياء هي التي في غالب الأحيان إن لم نعرى اهتماما فقد تتسبب لنا في إغلاق حسابنا ثم ننتقل إلى الأهم سنتحدث على الطريقة الصحيحة لإيجاد الكتاب المربح على إيباي وبعدها كيف سنقوم بتحميل هذا الكتاب من المواقع المجانية فأولا إخواني يوجد هناك مجموعة كثيرة من الطرق ما عليك إلا توظيفها وتوظيف قليل من ذكائك وستصل إلى طريقة الخاصة بك لإيجاد المنتوج المربح وهذه الطريقة هي التي تفرق بين بائع وآخر في إيباي لنكون صريحين فالبائع المتميز في إيباي هو الذي يشغل عقله ويشغل المعارف التي جمعها يعني من هذا الفيديو ومن هذا الأخ ومن هذا الصديق ليضع فكرة خاصة به هي التي ستوصله إلى مبيعات أكتر إن شاء الله لأن كلما كانت الفكرة يعمل بها مجموعة من الناس إلا وتموت مع الوقت لذلك أخي الكريم دائما عليك بالجديد من بين المواقع التي تعطيك الكتاب المربح مباشرة يعني دون عناء فنجد هناك مجموعة من المواقع اخترت لكم من بينها هذا الموقع الأول Zik Analytics ومن لا يعرفه فهذا الموقع معروف لكنه بمقابل هو وهذا الموقع الآخر Power Drop يعني هذه المواقع تمنحنا من منتجات مربحة مباشرة يعني دون عناء لكنها تكلفنا بعض دولارات فمن كان ميسور الحال فيتجه إلى هذه الطريق السهلة والتي ستدر عليه أموال كثيرة بدون عناء ولا مشقة وهناك طريقة لاستفادة من هذه المواقع بدون مقابل وهي الاستفادة من سبعة أيام التي يعطيها الموقع مجانا ما عليك إلا إدخال إيميل لبيبال الخاص بك وسيعطيك الموقع سبعة أيام مجانا لتجربة هذا الموقع وفي هذه سبعة أيام يمكنك إيجاد مجموعة كبيرة من الكتب المربحة على إيبيل هذه هي الطريقة الأولى فأما الطريقة الثانية فهو هذا الموقع هذا كنز لجميع الناس التي تبحث عن الكتب أو التي تبيع الكتب فمثلا نجد هنا أحسن الكتب هذا الأسبوع ومن طبيعة الحال فهذه الكتب كلها مربحة فمثلا نختار هذا الكتاب نقوم بالدخول إليه ونقوم بتحميله بكل سهولة ننتظر هنا قليلا وهنا تستطيع أن تأخذه PDF هكذا فهو قد حمل بكل سهولة يعني هذه هي الطريقة الثانية فلاحظ معي أخي فالموقع يعطيك أحسن الكتب في هذا الأسبوع وكذلك بعض النتشات الخاصة بالكتب تقافية أو طبية أو صحية أو إلى ما ذلك أو الكتب الخاصة بالتحفيز المهم لك الإخطيار أو إن أنت لديك كتاب ما فما عليك إلا البحث عليه في هذا الأخانة وهو إن كان موجود في الموقع فسوف يظهر لك وتقوم بتحميله بكل بساطة كنتجي الطريقة الثانية أما بالنسبة للطريقة الثالثة والتقليدية فمثلا نأخذ هذا العنوان هكذا نذهب إلى حسابنا إيباي نقوم بوضع العنوان يظهر لنا مجموعة من الباعة نبتعد عن المراتب الأولى ونختار مثلا هذا وهذا فالغرض هنا نحن أن نتجسس على البائع وليس الكتاب فمثلا هذا حديث العهد بإيباي لا يهمنا نزيله هذا كذلك حديث العهد بإيباي نزيله نذهب نذهب مثلا هنا نضيف بعض الكتب حتى نجد مبتغانا فمثلا هذا يظهر أنه بائع قديم في إيباي يعني سيفيدنا جدا يعني هذا من أمريكا المهم الآن ندخل هنا هنا نكتب هذا البائع يقوم بإخفاء منتجات خاصة به إذن لا يهمنا ننتقل إلى الآخر مثلا هذا ندخل إلى هذه الخانة يعني المنتجات قيد لبيع ونختار من هذه الخانة هنا sold list التي بيعت هنا تظهر لنا الكتب فأخي الكريم انتبه معي الآن الآن ندخل مثلا إلى هذا الكتاب انظر فهو قد بيع في هذا اليوم فهذا الكتاب بيعت منه قطعة واحدة نشاهد الكتاب الآخر حتى نجد الكتاب الذي بيعت منه قطعة كثيرة وفي مدة قصيرة مثلا في ثلاث أيام أو أربعة أيام الأخيرة فهذا المنتج إن وجدت عليه هذه المعطاية بيعت منه ثلاث قطعة أو أربعة في يومين أو ثلاث أيام الأخيرة فهذا يعتبر كتابا مربحا نأخذ العنوان الخاص به نذهب إلى هذا الموقع الذي شرحنا من قبل فإن وجدت الكتاب هنا فتبارك الله أو قم بالذهب إلى هذا الموقع وضع عنوان الكتاب وهنا سيظهر لك المجموعة من روابط تحميل هذا الكتاب معلك إلا تحميله وفي حالة ما لم تجد هذا الكتاب لا في هذا الموقع ولا في هذا الموقع فألك بالاتجاه إلى محبوب الجماعير جوجل ندخل إلى جوجل نقوم بوضع عنوان الكتاب نضع ثم نضيف هنا تظهر مجموعة من الموقع التي تعرض الكتاب مجانا ما عليك إلا البحث في هذه المواقع وستجد هذا الكتاب مجانا وسترفعه على موقعك إيباي ثم نلتقل إلى الأهم سنتطرق إلى أهم موضوع في الدورة ألا وهو كيف أتجنب إغلاق حسابي بعد رفع أول منتوج على منصة إيباي خصوصا ونحن نتحدث عن منتوجات رقمية كإيبوك لنعرف السبب وراء هذا الإغلاق يجب علينا أولا أن نعرف أسباب الإغلاق أولا أخي الكريم يجب أن نعرف سبب وراء هذا الإغلاق حتى يمكننا تجنب هذه الأسباب فالسبب بسيط إخواني فكل حساب يشكل خطر على المشترين تقوم إيباي بإغلاقه لحماية مشتريها من النصب والإحتيار إذن السؤال هو كيف يمكن لإيباي أن تحدد أن هذا الحساب صاحبه محتل أم لا فأخي الكريم هناك مجموعة من الأسباب ومجموعة من الأشياء التي قد تؤثر على حسابك وقد تجعله يظهر كأنه حساب لشخص محتل فأولا أخي الكريم فأي اختلاف في المعلومات الشخصية بين حساب إيباي وحساب بايبال المربوطين فهذا يعني أن الحساب يشكل خطر وكل حساب حديد يعرض سلة مبالغ فيها أو أتمنة مبالغ فيها فهذا كذلك يشكل خطر فكل حساب يعرض سلة رقمية فهذا كذلك يكون ممنوع في إيباي والعديد العديد من الأسباب الأخرى التي لا مجال لحصرها وصعب أن نحصرها كلها الآن نريد الحل فأولا أخي الكريم هناك طرق كثيرة ومتعددة سأتطرق اليوم إلى أهمها أو أهم طريقة لتجنب هذا الإغلاق ومن بعد إن شاء الله سأضع فيديوهات أخرى لطرق أخرى لتجنب هذا الإغلاق فأولا أخي الكريم الطريقة التي أقوم بها شخصيا هو إنشاء حساب عادي ثم الدخول إلى الحساب يوميا ومشاهدة المنتجات ثم نقوم بشراء بعض الصور أو المنتجات الرقمية لا تتعدى قيمتها 0.5 دولار المهم هو أن نتحصل على positive feedback أي تقييم إيجابي لنعطي حسابنا بعض المصداقية لدى إيباي وكذلك لدى المشتري ثم نقوم بالانتظار 15 يوما كلما كان الحساب قديم كلما زادت احتمالية تجنب هذا الإغلاق ثم ننتقل إلى الأهم وهو مثلا عند مرور هذه المدة نقوم بتحويل حسابنا من individual إلى business وهذا قد شرحته في فيديو سابق سأضعه في وصف الفيديو والآن سأخبركم بسر من أسرار هذا المجال أول شيء يجب علينا أن نرفع المنتوج يوم الجمعة مساء والسبد والأحد الاثنين نقوم بإزالة المنتوج هذا سر من أسرار هذا العمل يعني المنتوج نضعه الجمعة في المساء ثم نزله الأحد مساء فالخطوات التي سأقوم بها الآن يجب عليك أن تتابع معي وأن تركز أخي الكريم فأولا نذهب إلى بعض المحلات نعرف صاحبها مثلا أو صديق أو صديق يعمل بها ونقوم بأخذ صورة للمتجر هكذا تكون صورة خارجية للمتجر ثم ثلاث صور أخرى أو أربعة للمنتوجات التي تعرض في هذا المتجر ونتجه أخي الكريم إلى حسابنا في ebay ونقوم برفع منتوج مثلا نقوم هنا بإنشاء عنوان وعند الدخول هنا نقوم برفع هذه الصور التي تحدثنا عليها سابقا نقوم برفعها كاملة هنا نختار هذه الصورة كصورة رئيسية ثم نقوم بإغلاق هذه الصفحة مباشرة عند إغلاق هذه الصفحة فهي تكون مخزنة في draft مكان خاص في حسابنا فعند مراجعة هذا الحساب تظهر تلك الصور في حساب خاص بنا فأخي الكريم عند تجوزك لهذه المرحلة تقوم برفع المنتج الذي تريد أن ترفعه مثلا إيبوك وتأتي هنا إلى العنوان فعند اختيارك لهذا العنوان انتبه أخي الكريم لما سأقوله الآن تقوم بوضعها هنا وتأتي إلى إيبوك وترفع هذه الحروف وتضع مكانها أصفار فمباشرة بعد وضعك لهذا العنوان تجلب إليك البحث الأوتوماتيكي أو الروبوت كما نقول ثم نقوم برفع المنتج أخي الكريم الآن تخلصنا من مشكلة إغلاق الحساب عند رفع أول منتج كان هذا ملخص بسيط لطريقة تجنب إغلاق حسابنا على إيبوك ثم نلتقل إلى الأهم سأريكم الطريقة الصحيحة لرفع المنتج إيبوك على حسابك إيبوك دون مشاكل بكل سهلة فأولا نذهب إلى حسابنا إيبوك نذهب إلى MyEbay ثم Selling بعدها نمر إلى هذه الواجهة نختار Lesson من هنا نلتقل مباشرة إلى هذه الواجهة الأخرى من ثم نأخذ العنوان الخاص بكتابنا فمثلا أنا اخترت أمازون واخترت هذا الكتاب سأخذ هذا العنوان أقوم بنسخه ووضعه هنا من بعد سندخل من هنا سيعطينا مجموعة من الكتب التي تشبه هذا الكتاب أو عنوان هذا الكتاب الذي وضعنا نحن نختار طريقة إدخال يدوية أو من جديد من هنا من هنا بعدها يدار لنا العنوان هنا ومن ثم هذه الخانة يعني لن نتحدث عليها الآن لأننا نضعها فارغة من بعد سأخبركم لماذا ثم نلتقل إلى هنا نلتقل الآن إلى كاتيجوري ونختار هذه الأولى مثلا على حساب الكتاب الذي رفعنا هذا الاسبين فهذا رمز أو كود لكل كتاب فهنا نجده مثلا في أمازون هنا تحت الكتاب وكل موقع يضع الاسبين الخاص بالكتاب في مكان ما المهم في أمازون يكون الأسفل نضعه هنا عند وضعه يقوم الحساب باستكشاف هذا الرمز لمعرفة الكتاب أو معرفة نوع المنتوج مباشرة هو يتعرف على المنتوج فهو كتاب يعني بالعنوان وبكل معلوماته ونلتقل الآن إلى الخطوات التالية هذه الخانة نتركها فارغة هنا في الكنديسيون أو الكنديسيون نختار البراند نيو يعني علامة جديدة أو مارك جديدة ثم نختار الصورة فمثلا في أمازون نختار هذه الصورة نقوم بتحميلها في حاسوبنا ومن بعد نجري على بعض التعديلات ونقوم برفعها منها ضروري من التعديلات أخي الكريم من بعد سأشرح لكم في درس خاص طريقة التعديلات وإزالة كوبيرايت هنا نختار الدولة أو مكان صنع الكتاب نختار أمريكا نلتقل إلى هنا يعني نوع الكتاب هل هو قصة أو آداب أو إلى غير ذلك أنت اختار على حسب نوعية الكتاب الذي سترفعه سترفعه مثلا أنا هنا سأختار أسطوري هذه المعلومات نتركها كما هي نتركها كما هي هذا الوصف هو المهم لدينا في هذا الدرس فطريقة وضعك للوصف أو وصفك للكتاب فيتحدد كثيرا نسبة المبيعات التي تأتيك من إيباي لذلك أخي الكريم شاهد معي الطريقة الصحيحة لوضع ديسكريبسيون جميلة ومتيرة في حسابك فنلتقل مثلا في صفحة خاصة بنا للورد على حسابنا نضع هذه المعلومات التي تشاهدنا أمامكم فعليك أن تختار مثل هذه المعلومات أو هذه المعلومات هكذا تقوم بكتابتها في الورد الخاص بك ومن ثم ترفعها على جميع المنتجات التي تريد أن ترفعها أول مرة على حسابك فمثلا هنا حتى نشرح لكم هذه الكتابة ماذا تعني فمثلا هنا فمثلا هذه ملاحظة هذه الملاحظة تعني بأن هذا المنتج الذي نرفعه فهو عبارة عن كتاب رقمي وليس كتابا ملموسا فمثلا هنا نخبر الزبون بأننا نقبل بايطان وأن المنتج فريشيبين يعني بدون تكاليف للشحن وثم سنحمله لك أو سنرفعه لك أو سنرسله لك في أقل من 24 ساعة وهذا مهم ومهم جدا من ثم نلتقل إلى الفايدباك هذه نطلب بها المشتري أن يضع لنا تقييبا جيدا في حسابنا وهنا وهذه المعلومة الأخيرة قمت بترجمتها لكم هنا حتى تشاهدوا معناها يعني تتير انتباه موظفي إي باي أنا موزع معتمد لهذا الكتاب ولدي حقوق إعادة بيع ماستر لهذا الكتاب الإلكتروني منح مالك حقوق الطبع والنشر حقوق إعادة البيع الكاملة لبيع هذا الكتاب بحقوق إعادة بيع ماستر يتوافق هذا الإعلان مع جميع القواعد واللوائح الخاصة بإي باي سأرسل هذا العنصر عن طريق البريد العادي يعني هذه المعلومة ضرورية عندما يجد هذه الكلمات لديك في حسابك فإنهم لن يغلقوا لك الحساب ظنا منهم أنك تملك حقوق إعادة بيع هذا الكتاب في إي باي يعني هذا الشكل الذي تروني يجب أن يكون دائما في الوصف فماذا يتغير؟ يتغير فقط وصف الكتاب هذا الوصف الكتاب مثلا هنا نذهب إلى أمازون الذي اخترنا منه الكتاب نأخذ أول شيء معلومات حول الكتاب هذه المعلومات كاملة نأخذها نقوم بنسخها لا تنسخ الروابط الخاصة بأمازون حتى لا يتبين أنك أخذت المنتج من أمازون فنقوم هنا مثلا بتغيير بعض الأشياء أو إضافة أشياء لإعطاء جمالية لهذا الوصف وحتى لا يظهر في حسابنا بشكل خاطئ ثم نقوم هنا بنسخ كذلك هذا الـ Reviews على الكتاب يعني ملاحظات وقصة على مدى التحدث يعني بعض الأشياء حول هذا الكتاب وعند الانتعاء ونقوم بالتعديل عليه كذلك وعند الانتعاء نقوم بنسخ الكتابة كاملة ونضعها هنا في Description الخاصة بالمنتج نزيل هذه الصور وبهذا نكون قد وضعنا وصف احترافي لكتابنا فكما تشاهدون وهنا ننتقل إلى Format يعني نحن لا نريد المزد نحن سنبيع الكتاب بتمن محدد وليس بمزد ثم هنا نضع ثم هنا نضع ثمن الذي نريد أن نبيع به المنتج مثلا نختار ستة 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 وتسعون دولار مثلا هذه بيست أوفر يعني تعني بأنك تقبل المساومة يعني إن أراد أحدهم أن يشتري كتاب أقل من هذا الثمن يرسل لك وأنت تختار نعم إن كان الثمن أقل من ستة دولار فلن تقبل المساومة من ستة دولارات فما فوق فأنت تقبل بعه هذا الكتاب أما بالنسبة وهنا نحدد كمية التي نريد أن نضع يعني كم عدد الكتب التي نتوفر عليها من الأحسن أخي أن تضع أكثر من ثلاثة وهنا نريد الدفع عن طريق بايبال هذه الخانة ضروري أن تحددها لأن هذه الخانة تعني بأن المشتري عند الشراء مباشرة ينتقل المال من حسابه بايبال إلى حسابنا بايبال هنا نختار طريقة نختار بأننا نقبل إعادة المنتوج في أقل من ثلاثين يوم والمشتري هو الذي يتحمل التكاليف وهنا بالنسبة لألترنسيونال كذلك يعني نقبل كذلك إعادة المنتوجات للمشترين خارج أمريكا وهنا نختار ثلاثون يوما والمشتري هو الذي سيتكلف بتكاليف إعادة المنتوج وهنا نلتقل إلى الشبين ديطا يعني طرق الشحن فهنا نختار في الشحن الداخلي بأن تمن تكاليف الشحن لا تتغير على حسب المشتري وهنا نختار أسرع شحن بين يومين إلى تسعة أيام على أقصى تقدير نعلم على خانة free shipping وهنا نختار في handling time يوم واحد يعني سنرسل المنتوج في أقل من يوم واحد هنا نختار الشحن خارج الولايات المتحدة كذلك بأن القيمة لا تتغير على حسب المشتري هنا نقوم باختيار جميع دول العالم هنا shipping right table تعني بأنك تريد أن تحدد الشحن لكل دولة على حدة نحن لنتحدث على هذه الأشياء هنا نحدد أسرع شحن كذلك ونضع قيمة صفر للشحن يعني شحن مجاني product هذه الخانة لا نضعها عليها شيئا لأننا نتعامل هنا بالdigital نضع مكان تواجد المنتوج نضع أمريكا ونختار نيويورك مثلا نتأكد دائما قبل أن ننهي العملية من أن تمن رفعك لهذا المنتوج على إيبي ثم نقوم بالlist item يعني رفع المنتوج على إيبي وبهذا قد وضعت منتوجك ليكون جاهزا للبيع في حسابك على إيبي ثم نلتقل إلى الأهم سنتطرق إلى موضوع مهم جدا هو كيفية إيجاد الكتاب الذي نريد أن نبحث عنه بصيغة PDF وسأترك لكم في هذا الفيديو مجموعة كبيرة من المواقع يكفيك أن تحمل عنوان الكتاب وتبحث فيها والآن سنبدأ ببعض هذه المواقع أو المشهورة حتى أريكم الطرق الصحيحة للبحث عن الكتاب والآن ننتقل إلى أول موقع هو PDF Drive الغني عن تعريف يعني هذا هو أهم المواقع هنا يعطيك مجموعة من الكتب حسب التخصصات ثم ننتقل إلى ثاني موقع هو هذا كذلك موقع غني عن تعريف نأخذ عنوان الكتاب ونضعه هنا ثم نقوم بالضغط على خانة بحث ويأتينا عنوان ثم هذا الموقع كذلك archive.org هنا نجد مجموعة كبيرة من الكتب في مجموعة من المجالات نختار الكتاب أو عنوان الكتاب ثم go فيأتينا الكتاب بكل سهولة ثم الموقع الرابع booklaids.org وهو كذلك بمجموعة من النيتشات وهو مجموعة من الكتب وهنا ننتقل إلى Z Library وكذلك مجاني يتيح لك مجموعة من الكتب أو تحميل مجموعة من الكتب فقط نضع العنوان هنا ثم search وكذلك هذا الموقع goodreads يعني هذه الموقع كلها يعني موتوقة ومشهورة يمكنك تحميل الكتب منها بدون مقابل أي مجانا فإن لم تجد صديق الكتاب الذي تريد فسوف أترك لك هذه المجموعة الكبيرة من المواقع تخصص لغة إنجليزية أو تخصص لغة فرنسية يكفيك أن تبحث بعنوان الكتاب في هذه المواقع وستتشح لك هذه المواقع خاصة تحميل الكتاب ورفعه على eBay بكل سهولة ثم نلتقل إلى الأهم سنتحدث عن بعض المنصات التي تشبه eBay والتي يمكنك أن تروج فيها لكتبك دون مشاكل ولن تخشى مجددا مشكل إغلاق الحساب فإخواني الكرام أول مشكل يواجه الإخوة في هذا المجال إبوك أو بيع الكتب على وجه الخصوص في eBay هو إغلاق الحسابات فلنكون صريحين فتقريبا 90% من الحسابات التي تبيع الكتب معرضا لإغلاق إن لم نقل مغلقة قبل أن تبدأ ولن نستطيع حتى تجاوز الشهر ونحن نمتلك هذا الحساب الذي يروج للكتب لذلك أخي هل سبق لك أن فكرت خارج الصندوق وبحثت عن مواقع شبيهة لـ eBay لعرض منتوجاتك إن كان جوابك لا فهذا يعني بأنك أصلا تعمل بطريقة عجوائية ولست احترافيا أخي الكريم واعذرني على هذه الكلمات وإن فكرت من قبل في بعض المواقع ولم تتح لك الفرصة لتعرفها فاليوم إن شاء الله هذا الدرس سأعطيك أربعة مواقع شبيهة بـ eBay لكن حسابك يكون مؤمنا فيها وتستطيع أن تبيع هذه الكتب لمدة طويلة فأولا أخي الكريم أو أول موقع إن كنت أصلا تعرف ما هي الكتب الإلكتروبنية فبلا شك أنت قد سمعت بمتجر كيندل لبيع الكتب على أمازون وقد خطر على بالك قارئ الكتب الريدر كل من المتجر وقارئ الكتب هذا تابعا لموقع أمازون مما يعني أن نشر كتابك هنا سيوصلك إلى الملايين من القراء المهتمين لا أخفي عليك أمرا إذا قلت أن كيندل هو المكان الأكثر ملائمة لنشر الكتاب عليه فهناك مميزات عديدة سأعطيك بعض منها فهناك مميزات كثيرة تخولها لك هذه المنصة لمشاركة هذا الكتاب الخاص بك ولننبح أموال كثيرة منه فمثلا أخي الكريم فإن نسبة الأرباح من هذه الكتب قد تصل إلى 70% فما عليك أخي الكريم إلا الدخول إلى هذا الموقع فهو كما تشاهده الآن ثم تذهب إلى تسجيل الدخول وتنشئ حساب خاص بك ومن ثم ترفع الكتاب إن أردت نصيحة خاصة بي فعليك أولا قراءة نظام هذه المنصة الأشياء التي يمكنك أن تقوم بها والتي لا يجب عليك أن تقوم بها حتى تتجنب المشاكل وتعمل بكل حرية ثم نلتقل إلى الموقع الثاني والشبيه كذلك بإيباي وهو موقع بايهيب سيمكنك من بيع كتبك في صفحة مستقلة حيث يقوم الموقع باستطافة كتابك وإتاحة الدفع عن طريق بايبال للزبنة كما أنه يأخذ عمولة قليلة جدا وهي 50% فقط يقطعها الموقع من سر إجمال الأرباح قبل كل عمليات سحب الجميل أن هذا الموقع يدفع نيابة عنك ضرائب تحويل أموال التي يفرضها بايبال إذن فهناك نسبة أرباح تنفق 95% وهذا يعتبر من أحسن الموقع أخي الكريم وكان هذا أخي الكريم فوجهت هذا الموقع هي كالتالي يجب عليك أولا إنشاء حساب ثم قراءة سياسة الخصوصية الخاصة بهذا الموقع ومن ثم بداية العمل الخاص بك بكل سهلة ثم نلتقل إلى الموقع الثالث وهو موقع لولو موقع لولو لديه شبكة واسعة من الشركة في مجال بيع الكتب الإلكترونية فنشر كتابك على هذا المتجر سيخول لك الوصول إلى شريحة أوسعة من القراء فتخيل معي أن نشرك للكتاب هنا مباشرة يعطيك الأحقية للظهور في ايبوكستور وبارنز والعديد العديد من الموقع الأخرى التابعة لهذا الموقع كما يمكنك من وضع السعر الذي تريده لبيع كتابك بكل سهولة الموقع كذلك يزود المستجدين في المجال بدل المجاني لإنشاء الكتب الإلكترونية الخاصة بهم يعني فهذا بحد ذاته يعتبر كنز من كنز الويب ثم نسبة الأرباح التي تصلك من هذا الموقع قد تتجاوز أخي الكريم 90% يعني الربح مضمون ونسبة عالية كذلك وجهت الموقع تأتينا على الشكل التالي ما علينا سوى الدخول والتسجيل في الموقع ثم بداية العمل وقبل البداية أنصحكم أخي الكريم بقراءة سياسة الخصوصية التابعة للموقع كذلك ونلتقل إلى هدية الحلقة هو موقع سماسورت فمباشرة عند رفعك أو نشرك للكتاب في هذا الموقع يعني وصول كتابك إلى ابل ايبوكستوز ونوبل وبالز ومتجر كتب سوني وكوبو وعديد العديد من المتاجر أخرى التي لها قيمة كبيرة لدى القراء والتي يدخل إليها ملايين القراء يوميا بمجرد تسجيلك في هذا الموقع ستحصل على رقم اس بيان مجاني خاص بك مع تحويل كتبك إلى تسع صيغ مختلفة تخيل أخي الكريم أن يكون لك اس بيان خاص بك فبمجرد حصولك على هذا الرقم فأنت قد قطعت مسافات كبيرة بينك وبين الناس التي تشتغل في إيباي ومنحصرة بين الكتب في إيباي وكذلك تخيل معي أخي الكريم أن كتبك سوف تحول إلى تسع صيغ مختلفة فوجهة الموقع تأتي على هذا الشكل لاحظوا إخواني مجموعة من المتاجر تدعمهم هذه الصفحة فأولا أنصحك أخي الكريم بأن تقرأ الدليل دليل النشر الشخصي التابع لهم ثم إنشاء حساب جديد ثم بداية العمل ثم ننتقل إلى الأهم سنتحدث عن طريقة التعامل مع أول مبيعات لنا في إيباي فأولا كما تعلمون فعند بيعك لأي منتوج فسوف تتلقى إشعارات إما من إيباي أو من بايبال عن طريق الإيميل الخاص بك أو عن طريق الإشعارات داخل حسابك في إيباي فبعد تحققك من معلومات هذا المشتري فسأريك الخطوات التي يجب عليك أن تقوم بها بالترتيب الآن بعد الحصول على أول مبيعات فالشيء المهم الذي يجب عليك أن تقوم به هو أن تذهب إلى جوجل درايف وتنشئ حساب فبالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفون ما هو جوجل درايف هو عبارة عن مساحة مجانية تقوم جوجل بمنحها للأشخاص الذين يمتلكون حساب عندها وبالتالي فهذا الحساب يمكن أن تخزن فيه معلوماتك الشخصية والولوج إليها في أي منطقة في العالم المهم أن تكون متوفرة الأنترنت فتستطيع الولوج لهذه المعلومات فمثلا هنا ندخل إلى جوجل درايف يجب عليك أن تنشئ حساب جديد في جوجل درايف ثم تقوم بالدهاب إلى هذه الخانة جديد ثم تقوم بتحميل الملف هذا الملف هو عبارة عن الكتاب الذي تريد أن تبيعه أو الذي أدتك منه المبيع هذه هي الخطوة الأولى ثم الخطوة الثانية تذهب إلى ميجا كذلك وتنشئ حساب كذلك ثم تقوم بتحميل نفس الكتاب كذلك على ميجا ثم تحتفظ بهذين الرابطين فأولا نتجه إلى حساب إيباي ثم ندخل إلى مي إيباي سيلين أسفل اليسار ندخل إلى أل سيلين ثم أسفل القائمة هنا نتجه إلى سولد ايتمز هنا نجد جميع المبيعات التي قمنا بها ندخل إلى آخر مبيعات هنا من هذه الخانة فتظهر لنا هذه الواجهة أولا Print Shipping Label هذه لا تهمنا لأننا نتحدث هنا على Physical Product هنا تعطينا معلومات على المنتوج عنوان المشتري عدد الكمية التي اقتنىها المشتري لكن لا تهمنا نحن في الديجيطال ثم هنا View Order Detail كذلك عند الدخول إليها تعطينا معلومات عن هذه المبيعات لا تهمنا كذلك فانتبع معي أخي الكريم ثم هنا View PayPal Transaction هذه تعني كذلك عند الدخول إليها تحول المبشرة إلى PayPal خاص بنا وهناك نجد مجموعة من المعلومات عن المشتري وعن كمية المنتجات التي اشترها والتمن الخاص بهذه الصفقة التي حول إلى حسابنا ثم الأهم في هذا هو Contact Buyer فندخل لهذه الخانة ومباشرة نجد مكان لإرسال الرسالة إلى المشتري وهذا ما يهمنا في هذا الدرس أخي الكريم فهذه عبارة أن رسالة أشتغل بها شخصيا يمكنك أن تقوم بنسخها أو يمكنك أن تستعمل رسالة خاصة بك فأخي الكريم هذه رسالة تعني بأنك تشكر المشتري على شرائه من متجرك ثم تجد رابط الأول والرابط الثاني في حالة لم يستغل هذا الرابط الخاص بGoogle Drive فهو ينتقل مباشرة إلى لينك آخر خاص بـ Mega حتى لا يتعذر عليه تحميل الكتاب ثم نقوم هنا بإخباره فإن كان هناك تساؤل أو مشكل يخص هذا الكتاب ما عليه إلا مرسالتنا ثم تضع الجمال الخاص بك هنا وأخيرا تطلب منه أن يقوم بإعطاءك تقييم إيجابيا يعني Positive Feedback حتى تكون لديك مصداقية عند المشتريين فعند دخول الزبون ومشاهدة أن المشتريين الذين شروا هذا المنتوج راضون عن الخدمة فمباشرة يقومون بشراء من عندك ثم أخيرا تضع له Store أي المتجر الخاص بك أو Link المتجر الخاص بك ثم نتمم العملية وندب إلى Mark as Shipped هذه كذلك أخي الكريم مهمة نقوم بالضغط عليها حتى تتحول إلى Mark Shipped يعني بأنك قمت بشحن المنتوج فتظهر عند eBay ثم تظهر عند المشتري ولا يكون هناك أي مشكلة بعدها نجد هذه الخانة Cancel Order هنا في حالة أن المنتوج لم يعد متوفر لديك فهنا تقوم بإلغاء المبيعات يعطوك بعض المعلومات لتقوم بملئها أنت تقوم بملئها حسب السبب الذي جعلك تلغي هذه المبيعات ثم هنا report this buyer في حين أنك واجهت مشكلة مع المشتري أو ظهر لك أن هذا المشتري محتل ما عليك إلا بالضغط على هذه الخانة تظهر عند eBay ثم يقومون بالتحقق من هوية هذا المشتري أو هل كان لديه سوابق مع مشتري آخرين يعني إن كان محتل فسوف يقومون بإلغاء حسابه ثم نلتقل إلى الأهم تخيل معي أخي الكريم أكثر من خمسين رسالة كلها تتساءل عن الطريقة الصحيحة لإنشاء حساب eBay جديد بعد إغلاق حسابنا الأول فعند دخولي إلى الحساب الشخصي الخاص به في الفيسبوك أو الحساب الشخصي الخاص به في أنستغرام أو صفحة الفيسبوك الخاصة بالقناة فهذه هي الأسئلة الأكثر والأسئلة التي تتردد يوميا من طرف الأصدقاء لذلك إخواني الكرام اليوم إن شاء الله خصصت حلقة كاملة عن جميع الطرق الممكنة التي ستمكنني من إنشاء حساب جديد على eBay بعد إغلاق حسابي القديم لذلك يا أخي الكريم أعرني اهتمامك في هذا الدرس لأنني سأتطرق إلى خمسة طرق هي الأكثر والأحسن لإنشاء حساب جديد بعد إغلاق حسابك الأول على إيبه وهذه الطرق مختلفة ومتعددة ما عليك إلا إختيار الطريقة التي تظهر أنها الأفضل أو الأحسن بالنسبة لك فأولين أخي الكريم وأول طريقة هو فتح حساب عن طريق الـ RDP بالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفون ما هو الـ RDP هو عبارة عن حاسوب في دولة أوروبية أو أمريكية يتميز بمواصفات عالية وأنترنت تصل إلى 200 ميجا بار سيجوند والأهم بالنسبة لنا هو امتلاكه لـ EP جديد ومغاير على الـ EP الخاص بنا ومن خلاله يمكننا إنشاء حساب EP جديد زائد حساب بايبال كذلك وربطهم وبداية العمل بدون مشكلة السؤال المطروح من أين سأتي بالـ RDP ما عليك أخي الكريم إلا أن تذهب إلى يوتيوب وتقوم بكتابة طريقة إنشاء RDP عن طريق أمازون واتبع الفيديوهات وستحصل على RDP لمدة سنة وبدون أي مشكلة ثم نلتقل إلى الطريقة الثانية الطريقة الثانية أخي الكريم هي الذهاب إلى حسوبك الشخصي وإنشاء أزر جديد على حسوبنا ومعه سنتمكن من الحصول على EP جديد والطريقة كذلك لمن لا يعرف كيف يتإنشاء هذا الأزر الجديد فما عليك إلا الذهاب كذلك إلى جوجل أو يوتيوب وكتابة طريقة إنشاء أزر جديد على حسوبي وستجد ملايين من الشروحات اتبع واحدة منها وستقوم بإنشائه بكل سهولة ثم لا تنسى أخي الكريم الذهاب إلى جهازك الويفي ثم إغلاقه وإعادة تشغيله حتى يغير الAP كذلك الخاص به حتى لا تتعرف علينا إيباي ومن ثم نقوم بإنشاء حسابنا إيباي وحسابنا بايبال وربطهم والدخول بكل سلاسة وتتبع الطرق التي وضعت في الفيديوهات السابقة سأضع لك طريقة طريقة لكي تتبعها حتى لا يتم إغلاق حسابك لأن الحسابات المغربية خصوصا هذه الأيام تغلق بشكل كبير فيجب عليك توخي الحضر أخي الكريم ثم نلتقل إلى الطريقة الثالثة هي الدهاب إلى مقهى الإنترنت أو السبير كل ما علينا فعله هو الدهاب إلى هذه المقهى وإنشاء حساب إيباي جديد وحساب بايبال جديد وربطهم والانتظار لمدة ثم اتباه التعليمات التي تطرقنا لها في فيديو سابق سأضع لكم كذلك العنوان الخاص به في الوصف وبعدها نقوم بالعمل كله في المنزل فمثلا عند اختيارك لمنتوج فأنت تقوم بالعمل في منزلك وبحاسوبك الشخصي تقوم باختيار المنتوج الذي تريد أن ترفعه ثم تأخذ الصور الخاصة به وتقوم بإنشاء وورد وتقوم بأخذ جميع المعلومات أو الوصف الخاص بهذا المنتوج تضعه في الوورد حتى يتسنى لك أن تحمله في فلاشة يوسبي ثم تذهب إلى هذه المقهى انترنت وتقوم برفع المنتوج بكل سهولة يعني دائما أنت لا تقوم برفع المنتوج أو الدخول إلى حسابك إيبي إلا أنت في هذا المقهى الخاص بالانترنت لأن حسوبك الشخصي معلومات الخاصة به محضورة في إيبي ثم نلتقل إلى الطريقة الرابعة وهي القيام بفرمطة الحاسوب وجهاز الاتصال بالانترنت الويفي وتغيير المعلومات الخاصة بك الإسم والنسب ثم البطاقة البنكية ممكنك الاستعانة بأحد الأصدقاء أو شراءة عن طريق فسسي يعني هناك مجموعة من الخدمات تقدم في الويب تستطيع من خلالها اقتناء هذه البطاقات الوهمية ونلتقل أخيرا إلى الطريقة الخامسة والطريقة السهلة فهذه الطريقة ما عليك أخي الكريم إلا شراء حساب جديد إيبي مفاعل زائد البايبال الخاص به أو المربوط معه وهذا الحساب يعني لا يتعدى 60 دولار يعني من 40 دولار حتى 60 دولار على أقصى تقدير هذا إن كان حساب جديد أما الحسابات القديمة مثل 2017-2016 فهذا يكون يعني تمانو مرتفع قليلا مقارنة السنوات الأخير والشيء الذي يجب عليك أن تحذر منه أخي الكريم عند اقتنائك لهذا الحساب هو أن تأخذ معه بايبال الخاص به مفاعل كذلك وأن تأخذ الإيميل الخاص الذي أنشئ به الحساب إيبي في أول مرة ثم الأهم هو أن تقوم بمراجعة هذا الحساب إيبي هل فيه مشاكل سابقة وعدد الفيتباكات الخاصة به إيجابية والسلبية إن كان فيه تقييمات سلبية فلا يجب عليك اقتنائه ثم آخر شيء يجب عليك الانتباه إليه أخي الكريم هو أن يكون هذا الحساب به منتوجات مرفوعة حتى تتأكد بأنك لن تتعرض لأي مشاكل بعد رفعك لأول منتوج ختاما هذه أخي الكريم هي خمسة طرق الموجودة حاليا لإنشاء حساب جديد إيبي بعد أغلق حسابك الأول فشاهد أخي الكريم هذا فيديو جد مختصر فهناك فيديوهات كثيرة في اليوتيوب لكنها تتحدث عن طريقة واحدة وتعصيها أكثر من حجمها يصل الفيديو تقريبا إلى 12 دقيقة و 15 دقيقة طريقة واحدة أنا اليوم تمكنت من جمع خمسة طرق وإعطائها لك بكل بساطة أنت ما عليك إلا اختيار واحدة والذهاب وبداية العمل ولا تضع لنفسك أعضار وختاما لا تنسوا إخواني بدعم القناة بالاشتراك ثم تفعيل الجرس والضغط على زر جيم ومحاولة مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم ودمتم في رعاية الله إلى اللقاء